لا يمل من إلقاء خطاباته المملة مستدبرا جدار مخبأه ومن خلف الشاشة مستقبلا قطيعه عبد الملك الحوثي فاحتفال عصابته بذكر انقلابها في 21 سبتمبر المعروف شعبيا بيوم النكبة يخطب كثيرا دون أن يقول شيئا صحيحا أو كلمة مفيدة يطالب اليمنيين بالاستماع إليه وللالتزام بما يقوله حين يخبرهم ألا تسمعوا لغيري فلا يستمع إليه أحد لكن المهرج القاتل لا يمل ويستمر بالحديث طويلا عن جماعته مادحا ما وصفها إنجازات هذا اليوم يعود ويهاجم أغلبية الشعب اليمني ويصفهم بالخيانة والعمالة والارتزاق والنفاق يذهب إلى أبعض من ذلك فينزع صفة الإيمان والإسلام عن اليمنيين لأنهم يقولون إن انقلابه جلب الكارثة والمأساة وقلب الأوضاع المعيشية رأسا على عقب بسبب هذا اليوم الأسود صار الغاز والراتب والعمل والأمن والاستقرار حلما بعيد المنال في زمان ما بعد يوم النكبة الحوثية التي أذلت رؤوس الرجال وأهانة القبائل وأعزت المجرمين والقتلة ورفعت من شأن العنصرية وكرمة اللصوص يعود إلى الشاشة مجددا بخطاب أطول من سابقه وأكثر مللا من كل خطاباته وكعادته يحذر اليمنيين من أن وقوفهم ضد انقلاب جماعته يعد إساءة للإسلام والوطن ومساندة لليهود ضد فلسطين والقدس ويعتبرهم منافقين ومرتدين ومنحرفين ومرجفين يرى الكاهن الحوثي ببلادة منقطعة نظير أن جماعته هي الإسلام والوطن وهي القدس وفلسطين ويؤمن أن سلالته مصدر الخير وفي المقابل يراها اليمنيون مصدر الشر بعيدا كل البعد عن الإسلام بتصرفاتها وعنصريتها وقريبة إلى إيران الفارسية وهي لابن المدلل للأمريكيين في المنطقة وصديقة سرية لإسرائيل والصهيونية سلالة عنصرية عدوها الوحيد هو الشعب اليمني تشن عليه الحروب وتحتل مدنه وقرى وتقتل النساء والأطفال وكبار السن وتنصب المشانق ومقاصل الإعدام الجماعي لأبنائه وتنهب وتسرق حقوق الناس وتهدر دماء فقراء اليمن على إيقاع شعار الموت لأمريكا وإسرائيل يحدث كل هذا بينما ما يزال زعيمها يظهر بخطابات طويلة مستغربا لماذا اليمنيون يعتبرون جماعته عدوا للشعب وينظرون إليها باحتقار ويتمنون زوال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة